بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحمد زهران يحييكم من جديد لما تيجي زيارة المصر وتوصل لحد أهرامات الجيزة العظيمة وانت واقف قدامها بتشعر بهيبة كبيرة لهذا الصرح التاريخي اللي ظل قائم في مكانه على مدار آلاف السنين لو سألت حد من المهندسين وقلت له هو الهرم ده تبنى ازاي أكيد مش هيقولك انه هو تبنى صدفة أكيد هيقولك انه كان فيه مهندس مصري عبقري هو اللي صممه وعمل جواه لب أو كور جواه صخري وعواميد والعمال المصريين المهرة قدروا انه هما ينفزوا الخطة بتاعته ديت ويقدروا انه هما يحطوا كمان الصخور وينقلوا الصخور الثقيلة علشان يرصوها بالشكل الهندسي الرائع دوت عشان يطلع هذا المنتج التاريخي اللي هو الهرمات ولو قفت قدام اي مبنى وسألت اي مهندس هو المبنى ده تعمل ازاي أكيد مش هيقولك المبنى ده تعمل صدفة علشان المبنى يطلع ادوار وادوار لازم كان يكون فيه عواميد تمسكه وتوصل الادوار ببعضها علشان يظل المبنى ده واقف وقائم ولو بصيت لنفسك في المراية وانت واقف وصالب طولك وسألت نفسك هو ازاي انت جسمك دوت مسنود وواقف وصالب طولك بالمنظر ده بس المرا دي انت مش هتسأل مهندس انت هتسأل دكتور هو ازاي الجسم بيصل بطوله واكيد الدكتور ده مش هيقولك انه تعمل كده صدفة لكن هقولك اهلا بيك في اولى حلقات الاناتومي اف ده فيرتبر الكولم طبعا في الاول بحب اقول ان الصور اللي موجودة في المحاضرة تحت مهاردة كلها متاخدة من موقع كين هاب وده زي ما قلنا قبل كده ده موقع فيه صور جميلة جدا للنيورو اناتومي ومش بس النيورو اناتومي ده كمان فيه صور لكل الاناتومي بتاع الجسم لكل طلبة الطب اللي هم حابين يتعرفوا على الاناتومي هيلقوا الموقع ده مفيد جدا جدا العمود الفقري the vertebral column بصراحة ال vertebral column او العمود الفقري له وظفتين الوظيفة الاولى اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية ان ربنا خلق العمود الفقري علشان يبقى عمود فعلا يساعدك انك تصل بطولك يساعد الجسم انه يبقى واقف وصلب ويقدر انه هو يشيل كل الاعضاء اللي موجودة في الجسم والاحشاء اللي موجودة في الجسم علشان يقدر انه هو يتحرك ويقدر انه هو يشتغل ويقدر انه هو يبدع يعني يقدر انه هو ينفذ تعليمات المخ وعلشان الجسم ده يفضل صلب وقائم وواقف لازم العمود الفقري ده يكون قوي وعلشان كده العمود الفقري هو عبارة عن عظام قوية مكدسة على هيئة لب وصلب كبير جدا من العظام علشان يبقى قوي ويسابت ويساعدك على ان انت تصلب طولك وبالتالي فدي اول وظيفة للعمود الفقري the vertebral column انه هو ايه supports the body هو بيسلب وبيسند الجسم وبيساعدك على الحفاظ على انك تبقى صلب طولك او انك تبقى قاعد او واقف وبالتالي يبقى هو كمان دي دور مهم جدا في الباستر بتاعك في وضعيتك وانت قاعد او انت واقف بس بصراحة مش هيدي الفانكشن الوحيدة للعمود الفقري احنا نزبط واجرحت اعصاب وفاهمين الفانكشن الاساسية الاخرى للعمود الفقري هو الحفاظ على واحد من اهم components of the central nervous system وهو the spinal cord طبعا ده العمود الفقري زي ما هنشوف النهاردة جواه قناه محاطة بالعظام علشان تحمي the spinal cord الحبل الشوكي مش كده وبس ده على جانبي العمود الفقري بتخرج بدايات الاعصاب الطرفية the roots بتاعة the peripheral nerves بتخرج من على جانبي العمود الفقري زي ما هنشوف النهاردة يعني معنى كده ان وظيفة العمود الفقري حكتين maintenance of body posture الحفاظ على ثبات الجسم نفسه ووضعية الجسم وقدرة الجسم ان هو يقف ويصلب طوله وكذلك ان هو بيحمي جواه الحبل الشوكي وبدايات الاعصاب الطرفية يبقى هو maintenance of body posture and protection of the spinal cord and roots of peripheral nerves والكلام ده والكلام ده مهم جدا بالنسبة لنا احنا كجراحين مخه واعصاب وعمود فقري ان احنا دايما لما هنتكلم بعد كده ان شاء الله في the surgical approaches del spine دايما بنضع نصب اعيننا the two functions دول دايما نشوف هل المريض اللي قدامنا ده اللي عنده مشكلة في العمود الفقري هل عنده مشكلة في ثبات العمود الفقري يعني معنى كده العمود الفقري مش قادر ان هو يسابورت البادي بوستر زي الطبيعي هل المريض ده عنده مشكلة في قدرة العمود الفقري انه يحمي الاعصاب والحبل الشوكي هل العمود الفقري ده حصل فيه مشكلة قدت الى ضغط او اختناق ليه الاعصاب والحبل الشوكي اه من هنا بقى بتيجي لإيه دور الجراحة يبقى دايما دور الجراحة بيبقى هدفه في الاخر ايه ان العمود الفقري يقدي دوره انه لو فيه مشكلة في الاستابيلتي بتاع العمود الفقري ترجع له و انه لو فيه اي كومبريشن على النيورال ستركترز اللي هو السباينال كورد والنيرفز ان احنا نعمل دي كومبريشن لهذه الاماكن اللي فيها كومبريشن كلام مهم جدا 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 كبداية ومقدمة لكلامنا المهم والخطير عن العمود الفقري لما نبص على العمود الفقري بدقة ونقرب منه هتلاحظ ان هو عبارة عن عمود من العظام فعلا بس الكلمة دي مش دقيقة قوي يعني هو مش عبارة عن بلوكة واحدة كده من العظم زي المسلة كده واقفة كده وخلاص لا هذا عبارة عن عمود مبني من بلوكات من العظام محطوطة فوق بعض مرصوصة فوق بعض علشان تعمل عمود تمام يعني هي عبارة عن ايه فقرة فوق فقرة فوق فقرة عمل لي عمود فقري فرتبرة فوق فرتبرة فوق فرتبرة عمل لي عمود من الفرتبري اللي هو بنسميه الفرتبريل كولوم طيب هو العمود الفقري ده ممتد منين لفين ده كلام مهم جدا العمود الفقري بيبدأ من عند الجمجومة تخيل هو بيشيل الجمجومة يعني هو ببادئ شغله في السابورت في بادي باسترين هو بيقدر ان هو يشيل الجمجومة كل وزن الجمجومة متحمل على العمود الفقري يعني معنى كده في منطقة اتصال ما بين السكال والفرتبرة صاح برافو عليك بسميها cranial vertebral junction او سعب بسميها cranial cervical junction ليه لان اول منطقة فوق في ال vertebral column موجودة في الرقبة اللي هي العنق بنسميها الفقرات العنقية او بنسميها the cervical segment of the vertebral column يبقى ده اول جزء من العمود الفقري اللي هو موجود في الرقبة اللي بنسميه the cervical segment of the vertebral column الجزء العلوي من السيرفايكل segment دوت على اتصال بمين بالجمجمة بقاعة الجمجمة وتحديدا كده الاكسيبيتال بون شوف الكلام ده كله في الحلقات الجاية اه فعندي حاجة اسمها cranial cervical junction المنطقة التي يتصل او تتصل بها الجمجمة بالvertebral column وتحديدا بالسيرفايكل segment of the vertebral column تمام طب لو نزلت التحت كده هلاقي نفسي وصلت الى منطقة الايه منطقة الصدر المنطقة بتاعت القفص الصدري اللي محوط جواها مين القلب بقا والرئتين والكلام ده بلاقي برضو في منطقة الصدر دي في فقرات فتعال نسميها بقا الفقرات الصدرية ايه رأيك الفقرات الصدرية اللي هي موجودة في منطقة الصدر وكده اللي هي بتصلب وبتعمل support لمنطقة الايه الثوراكس صح فهنسمي segment ده of the vertebral column هنسميه the thoracic segment of the vertebral column او ساعد بنسميه the dorsal segment of the vertebral column واكيد انت فاهم ان السيرفايكل segment اللي موجودة في الرئبة على طول مكملة كdorsal او كthoracic segment اللي اتنين متصلين ببعض تماما ما فيش اي جاب ما بينهم اتصال كامل عشان يعمل عمود واقف صالب طوله تمام يبقى كده عندي cervical segment اللي كان اعلاها فيه الكرينيو cervical junction اللي شايل الجنجمة بعد cervical segment نزلت لمنطقة القفص الصدري بقى عندي حاجة اسمها thoracic او dorsal segment of the vertebral column طيب انزلي لتحت شوية او لقيت نفسي بقى وصلت لمنطقة بتاعت البطن ها منطقة البطن بقى اللي هي ايه اللي هي الابدومن اللي هي بقى فيها بقى كل بقى الانتستن والليفر والكيدني وكل الناس والستومك وكل الناس الظريفة دي بقى ها مش نعمل لهم support برضو ولا دول مش معنا مش احنا محتاجينهم لا محتاجينهم نعمل لهم support بسرعة في هذا الجسم فوصلت لمنطقة بقى اللي هي الفقرات اللي موجودة تحت الفقرات الصدرية اللي هي بنسميها الفقرات القطنية او lumber segment of the vertebral column يبقى انا كده شفت تلاتة segments شفت ايه cervical segment اللي هي في الفقرات العنقية ثم dorsal segment اللي هي الفقرات الصدرية ثم lumber segment اللي هي الفقرات القطنية وطبعا كلهم متوصلين ببعض طيب انزلي تحت شوية وصلت الفين يا نجب والله احرك انا وصلت الى منطقة الايه البلفز بقى الحوض ده بقى اللي فيه الايه البلادر بقى وفي الفيميلز هتلاقي هناك موجود بقى الرحم ومنطقة دي فيها حمل وكده ها فالحوض ده عمزة الحوض بالضبط اللي هو البلفز ده عمزة الحوض كده فلازم ياخد شكل الحوض يبقى مقعر واخد شكل بتاع الحوض فالفقرة هنا بصراحة يعني هي دورها مش بس انها تشيل وزن الجسم لا كمان دورها مهم انها تنقل الوزن بتاع الجسم ده الى عظام الحوض البلفز بونز علشان نقدر نوصل الوزن دوت الى الايه الرجل بقى lower limbs بقى الفيمر والتيبيا والفيبيا لو الكلام ده اه اه تمام طب هنا بقى الفقرات ديت هيبقى لها شكل مختلف شوية احنا نكدسهم في بعض كده الفقرات ديت ها ونخليهم ياخدوا شكل برضو مختلف كده علشان يمشي مع الكيرف بتاع الحوض اللي احنا فيه ده وهنسمي الجزء ده من العمود الفقري ها الجزء اللي هو بنسميه the sacral segment of the vertebral column يعني sacral segment ده متصل بالlumber segment اه طبعا متصل بالlumber segment وكذلك sacral segment متصل بالpelvic bones الله متصل بالpelvic bones علشان ينقل بعد كده وزن الجسم اللي شايله العمود الفقري كله ينقله للlower limbs الاعجاز ده اه الجمال ده تاني يبقى انا كده عرفت العمود الفقري اللي هو عبارة عن فقرات بلوكات فوق بعض من العظام ممتدة من اول الجمجمة فوق من اول السكال فوق والحد الpelvic bone تحت علشان يقدر انه هو يشيل الجمجمة ويشيل ويصلب الجسم كله وينقل الوزن ده الى الpelvic bones والlower limbs عشان تقدر ان انت تصلب طولك وتقف وتتمشى وتنفذ بقى تعليمات القائد الاعلى اللي هو طبعا المخ كلام قمة في المتعة طيب السيرفايكل سيجمنت ده فيه كم فرتبرة يلا بقى نحفظ مع بعض السيرفايكل سيجمنت فيه سبعة فرتبري تمام سبعة فرتبري موجودين في السيرفايكل سيجمنت اللي هو منطقة الفقرات العنقية سبعة ها سبعة فرتبري تمام وبرضو هنا بقول تاني وبفكر وعطل اخبط ما بين الفقرات العنقية اللي هما سبعة فقرات والسيرفايكل كورد سيجمنت اللي كانوا كام سيجمنت كانوا تمانية كانوا تمانية سيرفايكل كورد سيجمنت لكن انا بتكلم هنا في الفقرات هاقولكم كام سيفن سيرفايكل فرتبري تمام طب انزل لي بعد كده مين بقى من بعد السيرفايكل نخش على اي برافو عليك الثراسيك سيجمنت دول كم فقرة 12 فقرة 12 ثراسيك فرتبري تمام طب انزلي على منطقة اللمبر كده هيبقوا كم فقرة 5 5 لمبر فرتبري تمام طب انزلي على منطقة الايه السيكرم السيكرم منطقة السيكرم ديت هم عبارة عن 5 فرتبري تخيل بقى 5 فرتبري الخمسة فرتبري دول متكدسين في بعض كده علشان يعمل لك structure واحد كده اسمه السيكرم هنتكلم عنه ان شاء الله في حلقة لوحده اسمه السيكرم الله الله في اخر السيكرم من تحت كده فيه 3 فقرات صغيرين اوي 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 انت مش متخيل هم فعلا 3 فقرات صغيرين جدا ساعات ناس يقولك دول 5 فقرات برضو صغيرين جدا خارجين زي الديل من السيكرم كده المنطقة دي اسمها الكوكسيكس the coccygeal segment of the vertebral column او العصعص يعني عند بعض الحيوانات الاخرى الكوكسيكس او الكوكسيجيال segment ده بيكمل يعملهم ديل لكن احنا ربنا احسن خلقنا فاحنا ما عندناش ديل فالكوكسيكس بتاعه بالعن 3 فقرات صغيرين جدا جدا كده موجودين كده وخلاص ما بيكملوش كايه ما بيكملوش كديل لا ده انا كده عرفت معلومات كتير لا نرجع مع بعض انا كده بدأت فهمت ان ال vertebral column او العمود الفقري ده دوره الاساسي ان هو يسابورت البادي باستر يحافظ على انك تصلب طولك وتعرف انك توقف وتتحرك وعرفت كمان دي فانكشن تانية مهمة جدا اللي هو الحفاظ على ال Spinal Cord وال Roots بقى ال Peripheral Nerves مظبوط وبعدين عرفت ان هو هذا العمود علشان يقدر فهو عبارة عن بلوكات من العظم الالتخين علشان يقدر ان هو يسلب طولك ويقدر ان هو يسابورت البادي باستر تمام والعظم دوت عبارة عن ايه عبارة عن فقرات فقرة 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 فقبعض وقسمت الفقرات دي الى Segment عندك اللي هي بتبدأ من عند الجمجمة بتشيل وزن الجمجمة وتنزل في منطقة الرقبة ودول سبع فقرات ثم نزلت الى منطقة الصدر بقى عندي 12 ثراسك او 12 دورسل فرتبري وبعدين نزلت الى منطقة البطن عند ال Lumber Segment ودول خمس فقرات ثم وصلت الى منطقة الحوت بقى واتعرفت على السكرم اللي هو عبارة عن خمس فقرات متكدسين في بعض وبعدين الايه الكوكسجيال Segment of the vertebral column اللي هو الديل الصغير اللي موجود ده الله ع الكلام الجميل الله ع المتعة واحنا بنبدأ نتعرف على العمود الفقر بتاعنا طيب ما توريني كده الفقرات ديت كل فقرة كده شكلها ازاي خد بقى المفاجأة ان كل Segment شكل الفقرة فيه مختلف عن التاني طبعا كل Segment هيبقى ليه حلقة لوحده علشان نغوص جواه لكن بص دلوقتي بص سريعة كده على الاشكال المختلفة من الفقرات اللي موجودة في السيجمنس المختلفة من العمود الفقر يعني بص الفقرة دي مثلا ايه الفقرة الغا ايه ده ايه المنظر ده حرك دي الفقرة العنقية الاولى اللي هي بسميها السي وان وليها اسم تاني مهم لازم تبقى عارفو اسمها الاطلس اسمها ايه الاطلس اللي هي السي وان دي الفقرة اللي بتبقى لزق في الجمجمة استنى الحلقة الجاية نتكلم عنها بالتفصيل يعني دي اول cervical vertebra اللي بسميها سي وان او الاطلس ديت اول فقرة اللي هي على اتصال مباشر بالجمجمة تمام تمام دي اول فقرة تفرج كده متى عينك لحد ما نتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة الجاية ان شاء الله طب ايه دي ايه المنظر ده جامعة في ايه اللي دي الفقرة العنقية التانية سي تو cervical spine رقم اتنين وبيسموها بيسموها الاكسس بيسموها ايه الاكسس كلام قمة في الجمال قمة في الجمال اه ماشي ماشي اوكي يبقى كده انا عرفت C1 الاطلس وC2 اللي هي الاكسس ايه ده ايه ده ايه ده حد بيضحك في وشي ولا ايه لا حضرتك ده ال cervical spine اللي هم تحت الاكسس اللي بسميهم sub axial cervical spine او sub axial cervical vertebral ودول كم واحدة بقى خمسة برافو عليك لان انت عندك C1 وC2 الاطلس والاكسس وبعكها في خمسة sub axial cervical vertebral الخمسة دول مع الاتنين يبقوا سبعة كده صح مظبوط كده دول sub axial cervical vertebral بصوا على المنظر بتاعها كده كل واحدة من دول هيتدرسوا خلي بالك هنفصصهم بإذن الله تمام تمام ده sub axial vertebral خلصت ال cervical segment كده صح خدت اطلس C1 وAxis C2 وخمسة sub axial cervical vertebral هننزل بعد كده على انهي segment فكرني برافو عليك الدورسل او ده المنظر بتاع الايه بتاع الثراسك vertebral او الدورسل vertebral شكلها مختلف خالص فعلا ايه ده شكلها مختلف جدا طيب ماشي بص برضو على المنظر كده لحد ما ندرسه في وقته ان شاء الله طب انزلي طب على اللامبر ايه ده ده الفقرة كبرت او في ايه نجم اه مواضح كده ان الموضوع برضو عامل زي الهرم ان انت كل لما تنزل تحت اكتر كل لما وزن الجسم هيزيد اكتر فالفقرة لازم تبقى ادخن شوية ها سيبها الوقتها برضو بس ده المنظر العام بتاع اللامبر فيرتبرا شكلها مفرشة وتخينة كده ماشي يا عام ماشي حلو جد ده منظر اللامبر فيرتبرا ايه ده مين ده او ده السكرة محضرتك ده السكرة فكرة الخمس فقرات اللي تقيم في بعض ده السكرة نتكلم عنه برضو في وقته ودعم من الكوكسيكس الغلبان اللي قاعد في حاله ده الكوكسيكس اعيد لك كده ملوش اي لازمة خلص متعبت شي وزن الجسم لا لا انا اعكد انا كنت هبقى ديل بس ما كتب ليش بقى للأسف شديد انا ربنا خلقني في الانسان فما ما ليش نعرفين موضوعنا الحمد لله فده الايه ده الكوكسيجية السيجمنت لكن بصراحة الفقرات برغم اختلافهم من كل سيجمنت للتاني لكن هناك بعض التشابه في البيزيك ستراكتر بتاع كل فقرة يعني خليني كده اخد مثلا الثوراسيك فرتبرا كحاجة وسطية يعني قريبة ما بين يعني تقربنا ما بين السيرفايكال واللمبر فانا اخد حاجة وسطية اللي هي الثوراسيك فرتبرا تعالوا نبص على الفقرة نفسها عبارة عن ايه بص كده على المنظر العام بتاع الفقرة والله الفقرة فعلا عبارة عن عظمي يعني ده عبارة عن منظر عظمي فعلا واذا اذا فيه خرم كبير في النص كده صح اه مش هو ده اللي المفروض هيمشي فيه ال 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 مش ده اللي هيمشي فيه ال ال ده اذا هنسميها القناة العصبية هي ده اللي هيمشي فيها ال ولو تلاحظ ان العظم فعلا محاوط ال ال من كل الاتجاهات من قدام ومن وراء ومن على الجنب ايه ده ايه ده ايه الجمال ده ده فعلا كلام مظبوط فعلا ده فعلا القناة العصبية موجودة في خرم موجود جوه جوه الفقرة اللي هو ال ومحاط بالعظام من كل الاتجاهات ده طريح الكلام مظبوط بقى يبقى ال فيرتبرال كولم فعلا بيحمي ال لان جوه قناة اسمها القناة العصبية موجود فيها ال ومحمي بالعظام من كل الاتجاهات بس تعال بقى نعرف بقى العظم اللي موجود ده ايه بقى العظم اللي موجود حوالين الاسباينا الكنال ده تعال نشوف اللي قدام الاسباينا الكنال عظمة كبيرة قوي وضخمة دي الطوبة اللي بتتحط فوق الطوبة ده الجسم بتاع الفقرة اللي بسميه the vertebral body the vertebral body وده هو دور كبير جدا في انك تصل بطولك كويس زي لان هو وبيتحط بقى body فوق body فوق body فوق body فيعملك الايه ال vertebral column طب اما الجزء اللي وراء ال body اللي هو حوالين ال spinal canal ده لا ده جزء مكمل هدفه بالاساس ليه دور مهم جدا في ال estability برضو بس ال body اهم ولكن دوره بالاساس هو محوطة ال spinal canal وانه يعملك spinal canal اه تعالنا نتعرف عليه واحدة واحدة اللي بيربط ال body بالposterior arch او بالposterior element بتاع الفرتبرة بسميه the pedicle of the vertebra ده اسمه the pedicle اللي هو موجود على جانبي ال spinal canal اسمه the pedicle يبقى ال pedicle ده بيربط للفقرة او الجسم بتاع الفقرة بالجزء الخلفي من الفقرة تمام طيب يبقى عرفت كده ان في حاجة اسمها body of the vertebra وبعدين في حاجة اسمها pedicle of the vertebra تمام طب محاطة ورقة عظمة رقيقة شوية عاملة زي الورقة كده مش ورقة اوي هي ورقة من العظم يعني بس هي مش بضخامة وتخن ال body وال pedicle هي ارق شوية من ال body وال pedicle فسموها الورقة the lamina سموها ايه the lamina of the spine يبقى كده من قدام ال spinal canal عندي body على جانبي spinal canal عندي pedicle وخلف spinal canal عندي lamina body pedicle و lamina تمام بس بس لو تلاحظ من ال lamina وال pedicle خارج بعض الأجنحة خارج جناحين على الجنبين وده اللي وورا الجناحين على الجنبين وده اللي الورا الجناحين اللي على الجنبين دول هنسميهم ايه هنسميهم transverse processes transverse processes على الجنبين طب واللي راجع الورا ده عامل زي الشوكة كده اللي راجع الورا فهيسموه ايه هيسموه the spinous process هيسموه ايه the spinous process لو انت حسست على ظهرك ورقابتك من ورى كده هتحس ان في حاجات انت لمسها في الفقرات انت كده لمس انا حت في الفقرة لمس البضي ولا البيديكل ولا اللامنة ولا transverse process لا 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 انت لمس ال spinous process واللي منها على فكرة طلع كلمة spine يعني هما يعني ممكن احنا ساعات ندلع الفرتبر الكلام كده نقوله يا spine ليه علشان ال spinous process دي الحاجة اللي احنا بنحسها من العمود الفقري تحت الجلد the spinous process الله الله انا كده عرفت كل مكونات الفقرة يا جماعة انا عرفت كده ان الفقرة اساسا هدفها غير انها بتوصل بالطول هدفها كمان حماية ال spinal cord عشان كده في وسط الفقرة عندي حاجة اسمها ايه spinal canal اللي ماشي فيها spinal cord ولقيت ان الجزء اللي قدام ال spinal canal ده كتلة من العظم طوبة من العظم اللي هي جسم الفقرة the body of the vertebra على جانبي الكنال شفت اللي موصل البادي بالجزء الخلفي من الفقرة اللي هو وراء ال spinal canal عندي اللامنة على جانبي اللامنة والبيدكل عندي الترانسفيرس بروسس ثم وراء خالص بقى اللامنة متوصلة بقى بالسپاينس بروسس بادي بدكل لامنة ترانسفيرس بروسس و سپاينس بروسس كلام قمة في المتعة واعتقد احنا بدأنا يعني مخنا يتفتح شوية ونفهم السباين او البرتبرال كولوم ده عبارة عن ايه فهمنا دور البرتبرال كولوم وعرفنا كمان السيجمينس السيرفايكال والدورسل واللمبر والسيكرال والكوكسيجيال سيجمينس وعرفنا اشكال الفقرات المختلفة اللي موجودة في كل سيجمينت واللامنة والترانسورس والسباينس بروسيس وطبعا في وسطهم مين بيحموا السنترل كنال بس انت هنا طبعا اكيد سألت نفسك سؤال مهم جدا هو ازاي الفقرات دي بقى كلها مسكة في بعض ده سبعة سيرفايكال واثنشر ثوراسك وخمسة لمبر وخمسة سيكرال وكوكسيجيال ازاي اصلا مسكين في بعض يعني تخيل انت لو جبت طبتين فوق بعض كده وسبتهم ممكن يتزحلقوا فوق بعض صح صح فلازم نحط بقى زي طبقة اسمنتية كده ما بين الطوبة والتانية ها علشان نمنع ان يحصل تزحلق من الطوبة فوق الطوبة او تزحزح من الطوبة فوق الطوبة صح ولا ايه تمام علشان تقدر تعمل بقى طوب سابت ومسك نفسه وممكن كمان لو انت حابب يعني ممكن كمان تحط زي حبل كده ها تربط الطوبة في الطوبة برضو تبقى انت زودت كده لايه تثبتهم في بعض بحس ان ما يحصل لهمش ايه تزحلق في الطوبة يعني الطوبة ما تزحلقش فوق الطوبة طب الفقرات النظام يعني منه برضو لو الفقرة فوق الفقرة عضمة فوق عضمة كده على طول ممكن يحصل مثلا تزحلق في الفقرات مش كده ولا ايه بنفس منطق الطوبة فكان لازم يحصل شكل من اشكال تثبيت الفقرة فوق الفقرة علشان ما يحصلش تزحلق في الفقرات خب بالك تزحلق الفقرات ده طبعا انت قلقان عشان مش هتعرف تصلب طولك برافو عليك ده برضو مشكلة مشاكل ممكن تحصل لكن انت ناس ان فيه عندي سباينال انت ناس ان فيه حبل شوكي انا بحميه تخيل لو فيه فقرة تزحزحت فوق فقرة ايه لا هيحصل في الاسبانال كنال الله هيحصل ايه ضيق في القناة العصبية الله هيحصل ضغط على الحبل الشوكي والاعصاب يا نهر سود لا لا ده كده لازم الفقرات معلش انا مش عايز اوصل للمكان ده انا عايز الفقرات تكون ثبتة طب هو الفقرات عبارة عن ايه والله الفقر انا عارف الفقر عبارة عن بادي وبيديكل ولمنا وترانسفيرس بروسس وسباين طيب احنا لازم نوصل بقى الفقرات ببعض ونربطهم ببعض ربطة كاملة علشان نساعد الفقرات انها تقدي دورها بجد تعرف تصلوا بوزن الجسم كويس وهي ثبتة وكمان تحافظ على الديمانشن على السباينال تعال نشوف اول حاجة اللي بيربط ما بين البادي والبادي حاجة بنسميها الانتر فيرتبرل ديسك الغضروف الله هو مش الغضروف ده مرض ولا ايه ايه ده ويكون الناس عندهم غضاريف اه يا حبيب انت عندها غضروف المرض اسمه الانزلاق الغضروفي ما تشلنيش يعني بين كل فقرة وفقرة في غضروف اه بس ما عليش حددلي ما بين كل البادي وبادي اوف دا في انتر فيرتبرل ديسك الانتر فيرتبرل ديسك ده بيسبت البادي اوف دا فيرتبر بالبادي اوف دا فيرتبر اللي تحت تمام تمام طب هو الغضروف ده عبارة عن ايه تعال نبص كده على منظر الغضروف لو انا كده خدت قطعية اجزيل كده في الغضروف اللي ما بين الفقرة والفقرة هلاقي المنظر ايه منظر ده اه ده المنظر بتاع الغضروف على فكرة ايه ده منظر غريب جدا تحس انه هو في حاجة من جوه كده ومحاطة بألياف اه فعلا صح الجزء الداخلي النواة بتاعة الغضروف دي مادة جيلاتينية اسمها نيوكليوس بالبوزوس اسمها ايه نيوكليوس بالبوزوس ومحاطة فعلا بألياف وألياف ودوائر دوائر من الألياف من الألياف لف حوالين اللي نيوكليوس بالبوزوس بنسميها ايه annulus fibrosus يا سبحان الله يبقى هو ده الغضروف اه هو ده الغضروف ايه الغضروف ده حاجة موجودة ما بين body of the vertebra والbody تاني of the vertebra بيربطهم ببعض عبارة عن ايه الغضروف ده او ال inter vertebral disc عبارة عن ايه عبارة عن لوب لازج او جيلاتيني موجود في النص اسمه نيوكليوس بالبوزوس ومحاط بدوائر من الألياف اللي بنسميها the annulus fibrosis the annulus fibrosis يبقى كده ده الغضروف ده مهم جدا في سبات الفقرة فعلا ده لازم الغضروف ده نحافظ عليه ده كلام مهم جدا طيب ادي اول حاجة بتساعد الفقرات انها تثبت في بعض طيب انت كده على فكرة سبتتلي الجزء الامامي من الفقرة اللي هو البادي الجزء اللي هو قدام ال spinal canal سبتته بال نيوكلس بالبوسيس وانيولاس فايبروسيس ومثبتين البادي في البادي وحاجة زي الفل طب الجزء الخلفي بالنسبة بقى للايه ال pedicle وال transverse process هنثبتهم في بعض ازاي ولا دول سايبين كده لا 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 هو الخلق سبحانه وتعالى هيسبها كده لا طبعا الجزء الخلفي من الفقرة متوصل ببعضه برضو يعني كل فقرة في الجزء الخلفي بتاعها متوصل ببعضها بمفاصل مفاصل حقيقية بقى بنسميها joints او المفاصل بس joints صغيرة شوية بنسميها facet joints اسمها ايه facet joints الجوينس ديت عبارة عن ايه ان كل واحد من posterior element of the spine كل جزء من posterior element of the spine بيطلع دراع لفوق ودراع لتحت الدراع اللي فوق هيمسك بيه الدراع اللي تحت بتاع الفقرة اللي فوقيه والدراع اللي تحت هيمسك بيه الدراع اللي فوق بتاع الفقرة اللي تحتية اوه يعني تعالي نتكلم كلام علمي شوية ان كل فقرة من الجزء الخلفي بتاعها عندها حاجة اسمها facet joints فيه عندي حاجة اسمها superior articular facet و inferior articular facet السوبرير articular facet بتمسك في ال inferior articular facet تاع الفقرة اللي فوقيه وال inferior articular facet بتمسك في السوبرير articular facet بتاع الفقرة اللي تحتية وبالتالي يبقى كل الفقرات متوصلة ببعض الانتيرير بارت بتاعها متوصل بالانتر فيرتبرال ديسك بيوصل البادي في البادي والانتر فيرتبرال ديسك دي عبارة عن نيوكلس بالبوز وانيولس فيبروز والجزء الخلفي من الفقرة متوصل برضو ببعضو عن طريق ايه الفاست هو اتصال السوبرير articular facet بالانفيرير articular facet بتاع الفقرات المختلفة علشان كده يبقى احنا سبتنا فعلا الفقرات في بعض بشكل مبدئي ولو تلاحظ في المنطقة دي لما عملنا الفاست بالتقاء السوبرير articular facet بتاع الفقرة اللي تحت بالانفيرير articular facet بتاع الفقرة اللي فوق الالتقاء ده فيه دراع كده الدراع اللي ماسك الفاست ببعض الدراع ده اسمه pars inter articularis اسمه ايه pars inter articularis وده مهم جدا لان ساعات لو حصل كسر في pars inter articularis ده يبقى خلاص الفاست مش مسكة في بعض فيحصل ايه لاخلاخة في الفقرات لانفقدت جزء من الحاجات اللي كان بتسبتني فده اسمه pars inter articularis العظمة اللي بتربط الفاست ببعض او اللي مسكة الفاست بالمنظر اللي انت شايفه ده لو تلاحظ هنا برضو هتلاقي لما عملنا الالتقاء بتاع الفاس الجوين ده اتعمى المكان كده ها ما بين البادي وال posterior arch المكان ده اللي ريت للسپان الكنال اه بس على الجنب بقى هذا الخرم اللي موجود على جانبي الفقرة هو ده الخرم اللي بيخرج منه الperipheral nerve roots وده بسميه the inter vertebral foramen او the neural foramen يبقى كده انا عندي مكانين related للسپاين ليهم علاقة بالنерв structures عندي في النص ما بين الفقرات او جوه الفقرات نفسها عندي مين عندي الspinal canal دي ماشي فيها مين ماشي فيها الspinal cord والجزء اللمبر ماشي فيه طبعا الكودة وعلى الجنبين بقى في خرم بقى بيعدي الايه الroot او بتاع الperipheral nerve هو خارج ده بسميه الenter vertebral foramen الforamen او الenter vertebral foramen اتعامل 8 dimensions بتوعه بصيلي على المنظر ده من قدام الbody والdisc من قدام صح ولا ايه من قدام الbody والdisc من فوق الpedicle بتعليف الفوق ومن تحت الpedicle بتعليف اللي تحت طب من وراء الفاسد جوينت التقاء الفاسد جوينت ببعضهم والpars interarticulars هذه الدايرة هي عبارة عن خرم يسمح بمرور مين الايه الroot اللي هو الperipheral nerve اللي خارج من هنا هذا هذا الخرم هذا الخرم باسمه the inter vertebral foramen وبالتالي يبقى كل الفقرات متوصلة ببعض ثبتناهم بدسك من قدام وفاسد جوينت من وراء يعني اصدق كده ان لو حصل مشكلة في الدسك او حصل مشكلة في الفاسد جوينت الفقرات ديت ممكن انها ما تبقاش ثبتة اه ويحصل instability of the spine اللي ممكن يقدي الى ضغط على spinal canal ويحصل مشاكل في الكورت الله احنا كده فاهمين كل مشاكل العمود الفقري من الحلقة دي بس انا لسه ماكملتش كلام تمام تمام انا كده بدأت افهم ازاي الفقرات بتثبت في بعض فعلا ديسك من قدام وفاسد جوينتز من وراء لا مش كفاية انا مش عجبني التثبيت ديت والان افرد الديسك حصل في حاجة افرد الفاسد حصل في حاجة لا 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 انا عايز كمان مع الديسك والفاسد ده عايزين نحط شوية حبال كده نربط الفقرات بحبال او الياف يعني او كمية فضيعة من الليجامنتز موجودة بتربط الفقرات كلهم ببعض زي مين مثلا من قدام في لجامنت تخيم جدا واخد الفقرات كلها من قدام كده ملزق الفقرات كلهم ببعض زي ما تجيب كده زي السولوتيب كده وتروح معدي على الفقرات كلهم كده بالطول كده اسمه الليجامنت اللي موجود من قدام ماشي بالطول anterior longitudinal ligament واخد الفقرات كلها من قدام anterior longitudinal ligament موجود في البادي من قدام ممسك البادي ببعض من قدام anterior longitudinal ligament تمام تمام كفاية كده ارجع لي ورا البادي ورا البادي يعني ايه يعني قدام الكنال على طول ورا البادي هتلاقي في حاجة اسمها posterior longitudinal ligament برضو ligament تاني موصل كل البادي ببعضهم بس من الخلف بقى من الجزء الخلفي من البادي عندي posterior longitudinal ligament واخد الفقرات من فوق لتحت في posterior longitudinal ligament الله عالكلام الجميل بس لو تلاحظ هنا anterior longitudinal ligament كان تخين واخد الفقرة من قدام بالعرض بعرض كبير قوي لكن posterior longitudinal ligament ايه هتلاقي ان هو تخين جدا من النص لكنه على البريفري مش تخين قوي رفيع من البريفري الله مش ده يفسر لك ليه الدسكات بتيجي غالبا postural lateral لأ بقى ارجع لمحاضرات السباين عشان تستمتع وانت فاهم دلوقتي آه يعني انا ما اكتفتش بالدسك والفاسد جوينز عشان نسبت الفقرات في بعضها لا ده كمان في ligaments بتثبت الفقرات في بعضها عندك anterior longitudinal ligament اللي واخد الفقرات كلها او body of the vertebra من قدام بالطول وفي الجزء الخلفي كمان من body of the vertebra عندي ايه عندي posterior longitudinal ligament واخد الفقرات كلها من ورا الbody واخدها كلها بالطول بالمنظر ده طب الجزء الخلفي برضو ملوش ligaments لا 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 ما بنسبش حاجة احنا ما بنسبش حاجة يلا عايزين نسبت اللامينة في بعضهم اللامينة تنزق في اللامينة ففي ligament فعلا بيلزق اللامينة في بعضها ligament ده مش عارفة سميه ايه بقى اسميه posterior posterior longitudinal ligament ما ده انا قلت خلاص anterior posterior هعمل بقى الموسط posterior longitudinal زهقت بقى فقال لك لا لا خلي بالك ligament اللي لازق اللامينة في بعضهم دول ده لونه اصفر لونه ايه لونه اصفر فهنسميه ligament الاصفر وعشان الناس تبقى عارفة اسمه ligamentum flavum ligamentum flavum او ligament الاصفر وده بيلزق فعلا اللامينة في بعضها وال ligament الاصفر ده ليه خاصية نتكلم عنه بعدين انه هو مش واخد كل الطول بتاع العمود الفقري لا تلاقيه متقطع كده كل segment ليه حتة ligamentum flavum بتاعته وبعد كده يحصل defect وبعدين segment تاني تيجي ligamentum flavum ويحصل defect وسيجمن تاني وهكذا كلام قمة في المتعب انا كده عرفت anterior longitudinal ligament اللي موجود في البادي من قدام بالطول بتاع الفقرات كلها posterior longitudinal ligament اللي موجود في البادي من وراء بالطول بتاع الفقرات كلها وال ligamentum flavum اللي هو related الى اللاميني ولكن عرفت انه هو مش موجود بالطول كله لا فيه defects في النص ما بين الليفلز وبعضها ده اسمه ligamentum flavum طيب كمل ايه تاني والله عندنا بقى شوية spinous processes كده spinous process ديت برضو مش هسيب الدنيا مهوية ما بين spinous process و spinous process فهنعمل ligaments كده تربط لل spinous process في بعض في عندي حاجة اسمها inter spinous ligament ما بين ال spine وبعضها زي ما انت شايف كده وهنحط عليهم كمان فوقهم supra spinous ligaments inter spinous ligaments و supra spinous ligaments طيب التransverse process ولا دي غلبانة ولا لا فضل inter transverse ligaments محدش بيزعل مننا هنا inter transverse ligaments كلام كلام جميل جدا يبقى انا لما اقولك الفقرات تسبت ازاي تقولي والله اول حاجة عندي inter vertebral disc بين كل فقرة وفقرة والinter vertebral disc ده عبارة عن nucleus palposis و annulus fibrosis بيربط ال body of the vertebra above بال body of the vertebra below كلام محترم جدا طيب ايه تاني طب الجزء الخالفي بقى اللامنا وال pedicle وال transverse pros and spine مربطين ببعض اه في عندي facet joints superior articular facets و inferior articular facets دول بيمسكوا الفقرات في بعضهم زي ما احنا شايفين و عندك كمان ligaments عندك anterior longitudinal ligaments في ال body من قدام posterior longitudinal ligaments في ال body من وراء ligamentum flavum related الى اللامنا interspinous وسupraspinous ligaments related الى spine و intertransverse ligaments بيربط ال transverse processes في بعضها كلمة اخيرة لازم اقولها ال spine زي ما اتفقنا ان هو لو دورين انك تعرف تصل بطولك من maintenance في ال body posture و حماية الحبل الشوكي والعصاب ولكن لو تلاحظ ان انت وانت قاعد وانت ماشي وانت بتوطي وانت بتتحرك عموما انت بتقدر تحرك فقراتك على فكرة تعرف توطي تعرف ترجع دهارك تكون بتتحرك فوق بعض لكن هذا الحركة بتاع الفقرات ديت بيحصل معاها تزحزح يعني يعني الفقرة كده بتسيب اختها ويحصل تزحلق فوقها لا بتفضل سبتة برغم انها بتتحرك حاجة بنسميها stable motion انها بتتحرك تعرف توطي الامام والخلف والجانبين وتلف في جسمك يمين وشمال مع الحفاظ على ثبات الفقرة فوق الفقرة بهدف الحفاظ على ال spinal canal انها تفضل وسعة علشان احنا اساسا جايين نحمي ال spinal cord اعتقد كفاية كده عليكم النهاردة كبداية لمعرفتنا وخضنا في موضوع ال anatomy of the vertebral column تعرفنا النهاردة على الفانكشن الرئيسية بتاع ال vertebral column maintenance of the body posture وال protection of the neural structures اللي هي ال spinal cord وال peripheral nerve roots عرفنا ان احنا الفقرات ممتدة من عند ال skull لحد ال hip bone عشان تنقل وزن الجسم ال lower limbs اسمنا ال segments cervical segments ودول 7 vertebral الاطلس وال axis و cervical vertebral وبعدين عندنا 12 thoracic vertebral 5 lumbar vertebral 5 sacral vertebral 3 5 coccygeal vertebral لازقين في بعض زي ما احنا عارفين عرفنا الشكل العام بتاع الفقر انه عبارة عن body و pedicle و lamina و transverse processes و spinous process و عرفنا ازاي الفقرات دي كلهم لازقين ببعض عن طريق ال intervertebral disc اللي هو عبارة عن nucleus palposis و anerus fibrosis من قدام اللي بيربط ال bodies ببعض ومن وراء عندي facet joints اللي بيربط articular facets بتاع الفقرات ببعض وكمان هيبع عندي في ligaments بتربط الفقرات ببعض زي anterior longitudinal ligament في body من قدام posterior longitudinal ligament في body من وراء ligamentum في العظم ما بين اللامني وبعضها inter spinous و supra spinous ligaments بيربط spinous process بعضها الحلقة الجاية هنتكلم على الاعلى حتة في ال spine اللي هي بسميها cranio cervical junction ودي فيها كلام كتير قوي و ligaments كتير جديدة مهمة هنتعرف عليها المرة الجاية ازاي الجمجمة متوصلة بال cervical segment of the vertebral column شوفكم الحلقة الجاية هنتكلم على cranio cervical junction كان معكم احمد زهران